أتى الوباء الحاضر لينخس ضمير من ينسى أو يتناسى أننا نتقاسم شيئاً من مصير واحد على هذه البسيطة أتى الوباء ليذكر ورغم كل مرارته أن البشر مدعوون للتسابق في التكاتف في مواجهة كل خطر لا إلى التسلح والاختتال المر والعنف والإرهاب لقد حشت البشرية بطون الأرض سلاحاً من كل نوع ووصلت في بعض الأحيان إلى التفنن في التمترس خلف الإديولوجيات وترجمت كل هذا حروباً وقلاقلاً واضطرابات تآكلتها تحني البشرية قلبها أمام الوباء الحاضر الذي مضى ليؤكد أن البشر سواسية رغم كل اختلاف ديناً حضارةً جنسيةً لغةً جغرافيةً جنساً عرقاً ولوناً نسألك يا رب الرحمة والرأفات من أجل الجنود المجهولين أي الطواقم الطبية والخدماتية نسأله أن يرفع عن عالمه الوباء الحاضر وأن يمسح بتعزيته وأشفيته المرضى والمصابين صلي أن يكون الوباء الحاضر ولو مجرد صدمة إيجابية تستفيق منها البشرية من منطق التعادي إلى منطق التكاتف من منطق المواجهة إلى منطق اللقية من منطق الاستقواء على الغير إلى منطق التعضب من منطق تأليه الفكر الذي يسابق كل شيء إلى منطق تعقل المبروء أمام جلال الباري من منطق التهافت إلى التسلح للفتك بالآخر إلى منطق التسلح بالآخر للنهوض معا ولمواجهة حلاوة الدنيا ومرها بسلام القدوس وحلاوة خيريته ترجمة نانسي قنقر